السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على خناتكم صاحب الكورة ويعني مش محتاجة اقول لك ان الحلقة دي نارية واللي وراها نارية اكتر والدنيا مولعة في السوشيال ميديا والناس كلها بتهاجم بعضها واختباط من الاهلي وبيانات واعتزارات من خالد الغندور والنهيار وردود افعال وناس بتهاجم الناس بص قصة كده امعلم مدعكة حصلة في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الرياضة فانا ان شاء الله ازا ربنا اراد هحاول ان انا لخص لك القصة دي كلها اللي تخص خالد الغندور تخص اهب جلال تخص ميدو تخص مرتضة منصور تخص الخطيب تخص الاهل تخص الزمالك كلام كتير اوى يا جماعة هحاول ان شاء الله انا لخصه لك بازل الله فيديوهين زي ما انت عارف انا ما بحبش اعمل فيديو واحد كبير قوي عشان ما اطولش عليك وبحاول اقسم الفيديوهات على اكتر من فيديو بحيص الخبر اللي انت عايز خش تتفرج عليه ليك مطلق الحرية تفرج ولخبر اللي انت مش عايز تتفرج عليه ما تفرجش عليه فدي يعني حاجة اه انا بابق امراعي جدا ان اكيد مش كل الناس عايز تشوف كل الاخبار في ناس طبعهم تبقى الي شوف كل الاخبار يعني على راسي ونناس مش عايز تشوف كل الاخبار على راسي برضو فforonan بحاول بس اسهل لك الدنيا فاستأذنك في يعني استكمالا لحملة اه دعم اخوك ولقوف جنبه. لو انت اول مرة تشوفني يعني انا نفسي او اتمنى يعني ان احنا نوصل لسبعين الف مشترك قبل نهاية شهر رمضان يعني نعيد واحنا معناها سبعين الف مشترك. اذا ربنا اراد? ربنا اراد ان احنا نعيد بسبعين الف مشترك ده فرج ونعمة من عند ربنا. ما ارادش الحمد لله برضو زي الفل. فلو انت اول مرة تشوفني وحبش تشارك معنا في القناة. في دعا الزرار احمر اكتبوا عليه سبسكرايب او الشرك دوس عليه. جنبه جرس دوس على جرس اخطر اول اختيار. ولو انت كنت قديم معنا ما نساش تعمل لايك وكومنت وشير. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وآآ يعني عنوان الفيديو الاول انهيار خالد الغندور واعتزار الجمهور الاهلي والنادي الاهلي يشكو خالد الغندور والخطيب يحذر الكاف. عارش بس اتعيدل كده يا جماعة خليكم معي عشان بس اعرف ايه اقعد كده. واحكي بس تكنيص.자�ض's. مبدأنا يا جماعة والله يعني الناس اللي يتم عني من زمان عارفين ان انا الحمد لله رب العالمين ثمت على مبدأي. والحمد لله رب العالمين. ما بعرفش ان انا اتحول ولا اتغير من ساعة ما بدأت القناة. وانا بفضل الله يعني بحاول اتقي الله وحاول اتقي ضميري دايما واركز ان انا يعني اراعي ضميري. والحمد لله يعني اعتقد اعتقد ان بشارت حضراك جميعا يكومنتات الاكتر يعني الاكتر من رائع اللي بتجيلي اه بجد يعني اه بتحسسوني ان انا فعلا قدرت ان انا اعمل ده. وبرضو عايز اخص بالذكر ان بارح جالي يعني بجد اكتر من رائع. وبجد ده جماعة اثر فيها جدا. وحسسني فعلا ان يعني ان الناس مش بتفرج عليها بس الناس بتفرج عليها بقلبها وبتسمعني بقلبها. ودي حاجة بجد والله يعني اه انا ممتنة جدا لها وانا عارف ان كل كمانتلكوا جميلة وعليش ان انت عارفين انا بتكلم معكم اريحية والله العظيم عشان بس ما حدش قول يا عم ايه الاخبار اخلص ومش عارف ايه بتاع انا بس بحب اقول بس حاجة كده في الاول يعني اه انت اخواتي وبتكلم معكم اريحية ان انا قاعديني على القهوة فاهمين فعشان كده اه بحب اقول لكم كل حاجة بتبسطني بالضيقني وهكزا فبجد ده جماعة انا بلح جالي كمانت من يعني بس اخص بالذكر يعني استاذ حسن ماهر علي معلش سريعا بس انا اسف هقرلكو كومنت وتفهموا انا قصدي ايه قال لي عمر خلينا اقول لك حاجة من قلبي بجد واقسم باللامة بجملك لان ده مش من اخلاقي انا بتفرج على محتويات وقنوات كتير خاصة بالكورة وانت من اكتر ان لم تكن اكتر حد انا بحترمه لانك بتحب فريقك بجد وفي نفس الوقت محترم مع الغير وبتقول الحق وده اللي نفسي كل يعمله على فكرة انا اهلاوي وباحترم الزملكوية المحترمين والاهلوية المؤدبين انا كفيفي عمور وبحبك وبتمنى لك كل خير بجد استاذ حسن ماهر علي ربنا يا ربي يعوضك خير دنيا واخرى يا رب وعن يعني فقدان بصرك ويكرمك ووفقك ويعني يرزقك كل الخير يا رب انا يا جماعة الرسالة دي بجد من يعني انتوا والله اخواتي بتكتبوا لي رسال والله العظيم اكتر اكتر من رائعة ولكن ان ان حد ربنا يشفي يا رب ويعفيك يا استاذنا انك تكون اه بتوصفني الوصف ده وبتعد اه تسمعني وبكون لي ولو جزء بسيط في يومك ان انا اقدر اسليك او اقدر اشغل يومك بجزء بسيط ده شرف لي انا مش 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 شرف ليك وانت على راسي وكلكو اخواتي وعلى راسي ويعني ربنا ربي دي من المحبة والمعروف دايما يا رب بازن الله تعالى ويجعلنا كده دي من اخوات مع بعض يعني اه معانيش يا جماعة اطولت عليكم بس حابب بس كنت اوجه الشكر لاستاذنا الغالي يعني. اه خارد الغندور يا ما يا جماعة قلنا زمان وتكلمنا يا كابتن خارد بتعمله غلط يا كابتن خارد انت بتسير الفتنة يا كابتن خارد انت بتحرر على التعصب يا كابتن خارد ما ينفعش يا كابتن خارد اسمعنا يا كابتن يا كابتن يا ولا الهو ولا حياتها اللي انتو نادي. لغاية ما النادي الاهلي يعني خلاص جاب اخره من خارد الغندور بالذات الفترة اللي فات خارد الغندور كان يعني تحس ان الاهلي كان بيلعب الزمالك مش بيلعب الرجاء. وكان هجوم شرس جدا على الاهلي وعلى حكم مباراة الاهلي والرجاء وعلى ان ضربة جزاء الاهلي مش ضربة جزاء وان كل صحف العالم بتشترك من النادي الاهلي وي 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 حتى كنت عملت حلقة قلت يا جماعة هو يعني هو الاهلي ده نادي روسي ولا ما هو نادي مصر يا كابتن خالد. خلاص يا كابتن خالد عدي. قلت لك لا انا فير. وهنا لو فير بقى فير في كل حاجة. لو فير اهو اجيب لك اقرب حاجة مش هجيب لك التاريخ كله. لو فير يا كابتن خالد كنا اه حتى لما كلمت عن اه ان الشكبالة بيدعم اه بتوع الصلاة او اه او ابطال الصلاة بتوعانين الزمالك طبعا الف مبروك اليوم على كل المطورات اللي اخدوها. اه كنت قلت ان الشكبالة غلط. كنت قلت ان جمهور الزمالك اللي كان بيشجع من كل قلبه بصراحة عمل يعني حمل او عمل صورة للتشجيع عظيمة معادة انه جه يعني بوز اللي عمله بالشتيمة في النادي الاهلي اللي ما كانش لها اي لازمة انك تشتم في النادي منافس خالص خالص ومعرفش ايه السبب حتى ما قلتش ان ده غلط ولا الهو انا بتكلم عن الحاجة معاناة وبكملش البيعي. فالنادي الاهلي راح على طول بيانين ورا بعضهم. اول حاجة رئيس الاهلي يطالب بالتصدي لاثارة الفتنة بين الجماهير العربية. اجرى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اتصالات مع العديد من الجهات المعنية بالاشراف على وسائل الاعلام لايقاف ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تحريد الجماهير المغربية ضد فريق الاهلي قبل لقاء العودة مع الرجاء في دور الثمانية لدور الابطال والمحدد له الجمعة المقبلة بمركب محمد الخامس. واكد رئيس الاهلي على ثقته الكاملة في هذه الجهات الوطنية لايقاف ما يحدث والذي يتعرض مع العلاقات الطيبة التي تربط بين الجماهير المصرية وشقيقتها العربية خاصة المغربية. وعلى طول بيان اقوى من ده. الاهلي يشكو الغندور بسبب اثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية. قررت ادارة النادي الاهلي تقديم شكوى صباح غد. الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد الاعلام خالد الغندور وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك. كلها غير حقيقية. تهدف الى تحريط جماهير الرجاء المغربي ضد الفريق الاهلي الذي سوف يتوجه الى المغرب صباحا غد لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدور الابطال. والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس. ويطالب الاهلي في شكوى باتخاذ اللازم قانون الحياة الغندور. وما يفعله لاثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية. وخلق اجواء غير غير طيبة حول المباراة. خاصة انها ليست المرة الاولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الاهلي مع بعض الفرق العربية. فقد حدث ذلك عند ملاقات الاهلي مع الترجي التونسي في نهاي دور الابطال عام الفين وثمانية وثمانية عشر. وكذلك عند لقاء الاهلي لشقيقه الهدال السوداني في دور المجموعات عام عشرين عشرين. مع الاهلي خلاص فاض بي. كابت خالد غندور خرج عن المألوف. وبيهاجم الاهلي بكل شراسة. وقلت لكم ان هو جعل لفترة. كان هيدي شوية. ولكن بعد مجلس الادارة الجديد ما جه. وآه هجمه. فخالد غندور حب ان هو يهدي الدنيا على مجلس الادارة الجديد. فرجع تاني يهاجم الاهلي بكل شراسة. علشان مجلس الادارة الجديد يرضى عنه. ويسيبه بقناة الزمالك. وده اللي حصل من مجلس الادارة الجديد. آآ ولكن في الاخر يعني انا النهاردة لما شفت خالد غندور في الفيديو يا جماعة اللايف اللي كان على صفحته. بصوا يا جماعة. يعني انا عمتا كانسان او كشخص كعمرة عاطف بتعاطف مع مع الناس كلها. آآ طبعي. فآآ لما شفت خالد غندور وبتكلم بحزن وبخوف وبرعب وبآهرة يعني صعب علي. يعني عارف الواحد ما اصعبش عليك حد. لا انا عمتا بيصعبوا علي. يعني صعب علي. ولكن مصعبش علي ولومت النادي الاهلي وطلع بيان. لا. صعب علي بس في الاخر ايه طبعا اللهم لا شمات يا رب في اي حد. بس قلت يعني انت اللي عملت في نفسك كده. حتى شاربت البست وانت يا جماعة لا حضر قولت الا بالله يعني صعب علي لما هو بيتكلم انا ما بحب تشوف حد مكسور او خايف او يعني عمتا. آآ ولكن هو غلطان. هو غلطان. فيستاهل اللي بيحصل. يعني هو صعب علي ولكن هو اللي جابه لنفس فده انا انا قلت انت اللي جبته لنفسك كابتن خالد. يا ما قلت والله يورسان ايدالله بس عارف محدش هيسمعني. يا كابتن خالد ما مسلمش النادي الاهلي. كابتن خالد خليك فريقك. كابتن خالد انت حالي. وبينسى نفسه وبينسى يعني او مش عايز يقول كلام مروش لازمة شوفوا الموضوع يوصل لي يا جماعة الخطيب يحذر الكاف بيان ايضا من الخطيب يعني بيان زاكي قوي كده انا شافوا ان هو تحذير للكاف تفاصيل خطاب الاهلي للكاف صباح اليوم ارسلت ادارة النادي صباح اليوم خطابا للاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الاهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لدور الابطال والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء جاء في الخطاب تأكيد من النادي الاهلي على علاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجمهيرو المحبة لكرة القدم وان مباراة الذهاب بين الفريقين التي اقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في اجواء طيبة للغاية وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق واضاف الاهلي في خطابه انه تلاحظ خلال الساعات الماضية ان هناك اطراف اخرى لا تعنيها على علاقة الترابط بين الاهلي والرجاء ولا الضوابط الرياضية ولا السلامة ولا خروج المباراة بالشكل اللائق وتحاول هذه الاطراف من خلال بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العامل المحيطة بالمباراة والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين واشار الاهلي لانه يثق تماما في ادارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة وطلب الاهلي من كاف الاعتماد بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية وان تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في قارة الافريقية واكد الاهلي في خطابه للاتحاد الافريقي ان مثل هذه المباريات التي تقام بين الانديا الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الافريقية وتعبيرا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي وتمنى الاهلي ان تخرج المباراة في احسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيضة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي ده جماعة برضو بيان كده الكاف اللي هو ايه بص يا معلم عد الليل لو زق اليوم واللعيبة مسؤوليتهم فرقابتك والمطش يخرج حاله المطش يخرج حاله الاهلي او الخطيب يحذر الكاف في رسالة شديدة اللهج الخطيب يا جماعة بدأ يكشع نيابه سكت كتير بدأ يتخذ اجراءات قانونية ضد كل من يهاجم النادي الاهلي او يهاجم ادارة النادي الاهلي او يعني بداية النادي الاهلي بدأ خلاص بالغندور بيحذر الكاف بيكلم الرجاء واعتقد ان الفترة القادمة نشوف يعني الخطيب هيكشع عن انيابه في حاجات كتير جدا وبعضيها كتير جدا سنولي في حلقة الجاية ان شاء الله بحديها على طول كان مع اخوك عمرات في خلالات صاحبك ونشوفك ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم